أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرْكُمْ مِنْ دُونَ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونِ إِلَّا فِي غُرُورِ اليوم نشكو غرور المسلمين الكافرين مغترين عندي قوة كذا وعندي نوع سلح كذا وقوته كذا وتصلي لكذا هم معتمدين على هذا كفار لكن المسلم يجي مثلهم يا مؤمن يا مسلم فتن يفتن الله بها العبادة ومظاهرة من أشد مننا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وبأي قوة مدية حسية زود الله هود وقومه ليواجه القوم ماذا أعطوهم؟ ولم يروا شيء من القوة المدية التي تكافي تماثل تقارب قوة القوم الكفار لعنده ولا شيء؟ ما معهود؟ ولكن مع ذلك لما قالوا إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوه هم؟ تقولون هكذا؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تسركون من دوني فكيدوني جميعا؟ هم؟ شوف أين القوة اللي عنده؟ هذا اللي ما عنده القوة المدية يقول فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ولا تأخروني لحظة هم؟ ليش يهود؟ أعتمت عليه؟ قال إني توكلت على الله إني توكلته؟ ربي وربكم ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم فيخرج عن ركب الأنبياء من كفر وكابر واستند إلى غير الله تعالى الاستناد إلى غير الله تعالى خبل من عقل الإنسان اعتمد عليه واستند إليه وثق به ثق بمولاك في جميع الأمور واحسب الناس كلهم في القبور إذا ما هو اليوم في القبر بكرة في القبر خلاص جدين فاعتمد على الذي أنشأهم واحياهم ثم يميت ثم يقبرهم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ وانت الآن بنفسك تشوف بنفسك قد طرقك في كثير من الحيان ما دريت إلا إذن طنته إلا عين وجيته وقعد في محلك وراحت القوة حقك والتراتيب اللي كان معك والمواعيد ألغيتها وما قدر ووجع في بطنك المغسكل وقعد محله والفصاحة كملت والقوة روحت والإدارة تخربطت معك حاجة بسيطة أنت تعيش بهذه الحالة وتغتر إن الكافرون إلا في غرور فما أعظم غرور الكافرين لكن نحن نشكل آمن غرور المسلمين المسلمين ويغترون بنفس غرور الكفار أمنت بالإله الذي خلقه بيده الملكوت كل شيء أمنت بوعد أمنت صدق أمنت حق إيش هذا الذي في قلبك إيش هذا الذي في قلبك أنت متذبذب تقول له أشهد أنك قوي في بطنك تقول عبادك أمنت بالإشعار أمنت بالإشعار